الكتاب كما يدل عليه عنوان ويتحدث عن أصول يعني العودة إلى جذور مشكل الصحراء القائم حاليا أو القائم منذ 75 للأقل وهذه الجذور تعود إلى أواخر القرن 19 مع الاستعمار الإسباني والفرنسي وكيف صنع حدوداً يعني جزأت المغرب وفصلت أجزاء منه خصوصاً الصحراوية بالجنوبية عن باقي قائم ومناطق المغرب يعني من خلال اتفاقيات الاستعمارية 1904 وال1912 الذي بموجبها وزعت فرنسا وإسبانيا بينهما هذه المنطقة وبالطبيعة خلق واقع جديد ابتداء من هذه المرحلة وحتى أن أحكمت قبضتها على المنطقة العسكري 1934 لتصبح هذه الحدود واقعاً ملموساً بالنسبة للساكنة وتحد من حركيتها وبالطبيعة تخلق واقعاً سياسياً جديداً سيتجلى حينما سيحصل المغرب على استقلاله في 1956 المغرب سيجد نفسه فقط حاصل الاستقلال مناطق الشمالية للحماية الفرنسية ولكن الحماية الإسبانية في منطقة الريف ولكن ظلت مناطق أخرى يعني من المغرب طيب الحالة تندوف التي منذ البداية فرنسا ربطتها أو بالإدارة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر وبطبي تحاول جديد المغرب نفسه محروم من أجزاء كباقي أجزاء من الصحراء الشرقية ولكن موضوعنا حول الصحراء الجنوبية سيدي إفني كذلك سيبقى تحت الاستعمار منطقة من جنوب والضرعة الطنطان والطرفاية العيون والساقر حمراء والذهب باقية تحت الاستعمار ووجد نفسه والمغرب يعني لم يحصل على استقلاله التالي أولا كما قلت لأننا وصلنا المحطة الثانية المحطة الأولى والتقسيم الحدودي يعني ضباط الاستعماري الفرنسي والإسباني في ملتقياتهم بالمسطرة وقلم الرصاصي يضعون خطوطا حسب خطوط الطلب العرض ولا تتناسب مع واقع اجتماعي وثقافي وسياسي وحتى اقتصادي لأن الرحل كانوا يجبون مناطق حسب البراعي وحسب اتفاقيات ما بين القبيل وغير ذلك ولكن ووجد نفسهم يعني رهينين هذه التقسيمات الاستعمارية التي ستربط مثلا منطقة ودن بمنطقة الحماية بالرباط ومنطقة الشرق يعني منطقة تيندوف مرتبطة بالإدارة الفرنسية بالجزائر ومنطقة الجنوب مرتبطة بآطار هذا نتحدث حتى داخل المجال المستعر الإسبانية يعني من مصبات ضرعة إلى القويرة حاليا سنجدها بأن كذلك مجزة على حسب أنواع استعمار مختلفة منطقة طنطان من مصبات ضرعة إلى طرفة إلى الطاح حاليا تستمع منطقة الحماية بالجنوب المغربي منطقة إيفني إلى هوادى خاص منطقة الساقر حمراء تسمى زوندانفليونس ومنطقة الساقر واد الذهب يعني كانت تسمى ممتلكات إسبانية حتى داخل الفضاء الذي استعمرت إسبانية ستقسمه إداريا مما سيجعل المغرب في استقلال يعني المحطة الثانية أنه وجد نفسه بأي مغربين سنطالب كل مرة يعني الاستعمار يقوم بمناورات من أجل تأخير استكمال المغرب الوحدة الترابية إذن سيكون جيش التحرير وسيأخذه حربا تحريري يعني المغرب سيأخذ بقيادة يعني لأن جيش التحرير تشكل في الرباط وانضم له يعني قبائل الصحراحي الموصل للقليمين وخاض عمليات جرية ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني حد سوا ومعارك المشاهرة من أكبرها معركة تشيرا ومعركة تقل إلى غير ذلك من المعارك وحرر تقريبا جل الصحراحة وبقى إسبانيا يعني فقط في طرفاية وانسحبوا من الطنطن وبقوا في طرفاية والعيون والداخل يعني حتى السمارة تم تحريرها ولكن سيتدخل القوى الاستعمارية يعني تحالف استعماري كبير يعني فرنسي وإسباني بما يسمى عملية المكنسة أي عملية إيكوفيون في فبراير ثمانية وخمسين وسيتم إجهاض هذا عملية التحرير هذا المنعطف الثاني يعني كان بإمكان المغرب أن يحرر بالسلاح منطقة كبرى لولا التحالف الاستعماري وتدخل العسكري بالطائرات يعني بقوات برية وبكل أشكال الأسلحة التي حتى أهل الصحراء يسموها عمخ بالطائر وكانها نكسة واللجوء يعني هروب العديد من الساكنة التي تم قصفه المخيمات إلى منطقة طنطان وقليمين في ذلك الوقت هذا في ثمانية وخمسين واصل المغرب بالتلقوة أخرى في التفاوض وفي فبراير أبريل عفوا ثمانية وخمسين سيتم استرجاع منطقة طرفاية التي كانت كما قلت حر منذ أواخر سبعة وخمسين سيلقي يعني خطابا شهيرا يعني مباشرة بعد إقوبيون يعني في أواخر مارس يعني خمسة وعشرين مارس سيزور المغفول لمحمد الخامس منطقة محمد غزانوي سيلقي خطابه الشهير بالمغرب متشبت بأقاليم الجنوبي ولكن في هذه الفترة بالضبط هذا هو المنعطف الثالث وهو أن إسبانيا ستدخل في يناير ثمانية وخمسين ستعلن الصحراء قليما إسبانيا أنه جزء لا يتجزأ من طلو إسبانيا وليس مستعمرة وذلك لتتهرب من يعني مطالب المغرب بأن منطقة يعني جزء لا يتجزأ من المغرب إذن في هذه الفترة بالموازات مع هذا قرار فرانكو يعني بهذا بوضع يعني فصل الصحراء يعني الساقة الحمراء وهذا الذهب عن باقي بما فيها الطنطان وادنون وحتى مصير تندوف عفوا تندوف إفني ستصبح واقعا آخر وسيعمل على خلق كيان بعد أن خلقوا حدودا جغرافية وعطوها طبعا سياسيا كحدود لما يسمى بالصحراء الغربي التي لم يكن مصطلحا متداولا لذا أقول صناعة إسبانيا من ناحية السياسية والحدود التي سنها الاستعمار سيد إلى الخطوة الأخرى هي خلقوا شعب وخلقوا كيان يعني إسبانيا يعني في السينيات ستتصبحوا وتطلقوا إسم الشعب الصحراوي وستخلقوا يعني كيانات أو هيئات على أنها أساس أنها هذا في السبعينيات في السينيات ولكن بالموازنة مع هذا يعني في السينيات الممتحدة كذلك أصدرت قرارا 15-14 الذي يقول بتقرير المصير للمناطق المستعمرة وهنا سيتكون كذلك تأويل قانون الدولي سيكون يعني فيه يعني ضد المغرب من طرف هذه القبوة الاستعمارية وسيتم الحديث عنه في بداية الساكنة الصحراوية الساكنة الأصلية وقرارات لتقرير المصير ورغم أن المغرب الذي طرف الاستفتاء في 1966 ولكن المغرب كان يطلب بشروط وكان على قناعة بأن حتى تأويل أحادي للقرار 15-14 يعني نوجد كذلك قرار آخر 15-40 الذي يقول بأن تقرير المصير لا يعني الاستقلال بل قد يكون الانضمام لدولة قائمة وهذا ما وقع مع سيدي إفني الذي كان كذلك مسجل على قائمة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ 65 كمنطقة يجب أن تتمتع باستقلال أو حكم ذاتي ولكن سيتتفاوض إسباني مع المغرب على استعادة إفني رغم أنه كان في نفس المقام كما يسمى في ذلك الوقت الصحراء الإسبانية وهنا هذة تأويلات وهذه المناورات التي حتى في أرواق الممتحدة لم تكن يعني من طرف القوى الاستعمالية من التأخير استعادة المغرب من المناطق يعني هذا المرحلة الثالثة التي خلق كيان وستعمل في السبعين ياسة الخطوة الثانية هي خلق حزب وخلق يعني التسريع بيعطاع الاستقلال الذاتي وبعد ذلك استقلال الصحراء في طار الكيان دولات مثل ما قام به الاستعمار الفرنسي والبريطاني في دول أخرى من إفريقيا أي خلوج وترك كيانات تابعة لهم هذا وكانت إسبانيا تخطط له كمرحلة أخيرة خصوصا 72 73 و74 كانت تريد أن تمر إلى الخطوة التطبيقية بإجراء إحصاء والمرور للاستفتاء من طرف واحد ويعطاء استقلال من خلال كيان وهمي خلقته هي في ذلك الوقت حزب سياسي وخلق كذلك هيئات بالنسبة لها لتسليمها الحكم وفي آخر الحل يعني حينما تفطنا يعني المغرب لهذه المنورة ستكون يعني بعد أن يئس من من إيجاد حل المتفاوض عليه سيئب بالنداء المسجر الخضراء للقطع الطريق أمام تنفيذ هذا المشروع طبيع الحال بفضل يعني المسجر الخضراء ستجد إسبانيا نفسها أمام أمر واقع جديد وستضطر للتفاوض مع المغرب ولكن في نفس الوقت جهة أو تيار داخل خصوص المؤسسة العسكرية التي كانت خصوص الحاكم العام الذي كان في الصحراء سينتقل للتفاوض مع جبهة بوليس هاري من أجل تسليم الإقليم وتهيئ ظروف لخلق بلبلة لأنه تعرفون بين فرانكو في أواخر حياته كان يعني مريضا ولم يعود قادر للحكم ولكن كان هناك يعني مناورة أخيرة من طرف خصوص العسكريين تيار العسكري المتطرف الذي كانوا معادل المغرب من أجل التنصيق مع الجزائر لأن في الخلف يعني من السبعينيات الجزائر دخلت على الخط وفي 74 سنجدها تأوي جبهة بوليس هاري رغم أن بوليس هاري تأسست في 73 ولكن المؤتمر الثاني سيكون قربة دوف وستأخذ هذا المشروع الاستعماري وسيكون لقاء أخير في أكتوبر ما بين القيادات ما بين قيادات المحلية يعني الحاكم العسكري الجنرال سلازار والقيادات بوليس هاري ومسؤولين عسكريين جزائريين من أجل التفاوض على تسليم الإقليم لإجابة بوليس هاري ولكن تم أمام وصول أول طلاء المساعد الخضراء يعني في بداية نوانبير وخوصا منذ إعلان المقول الحسن التاني ستحاول إسبانيا نجد تيارين تيارين يريد تفاوض مع المغرب لإيجاد حل وتيار متطرف ولكن تيار المعتدد هو الذي وصل الاتفاق مع المغرب و14 نوانبير 75 تم اتفاق 8 مغرب الذي بموجبه استعاد المغرب بالصحراء أو جزء من الصحراء في 75 و79 استعادت منطقة للذهر هو كل الكتاب مؤتمد على وثائق الأرشيفات يعني منذ بدأت البحث حول الصحراء منذ 90 يعني كانت إجازة في جامعة محمد الخامس بالرباط حول الطنطان ولكن في فرنسا يعني طيلة ذاك نشتغل في عدة أرشيفات أرشيف الأرشيف العسكري الموجود في فانسن يعني ضحية باريز أرشيف الشؤون الأهلية يعني يعني موجود في نانت أرشيف الدبلوماسي الموجود في الكورنوف يعني ضحية الشمالية لباريز والأرشيف الإسباني كذلك يعني أفيدة لأرشيف العسكري وخصوصا أرشيف الأشخاص كانوا في قلب الحدث ولكن استعملت كثيرا وتعمت أن استشهد كثيرا بهذا الأرشيف الإسباني والفرنسي الذي نجد يعني لابتداد الكتاب عدة يعني مقتطفات أو نصوص من ذلك الأرشيف لأن كما قلت هي صناعة استعمارية وأخذت شهادات الاستعمار لأبين كيف صنع هذا الكيان جغرافيا بحدود فصله عن المغرب وكيف كذلك صنع إيديولوجيا هوية يريد أن صنع هوية صحراوية وشعب صحراوي كما يعني بيّنت ذلك من خلال اللجنة التي شكلت إسبانيا تسمى لجنة كتابة تاريخ الصحراء والتي كان هدفها هو خلق تاريخ يبين خصوصية الصحراء أو هوية مستقلة لصحراء عن المغرب وكيف عملت حتى الباحثين والمختصين في إسبانيا من أجل خلق هذه الهوية منذ نهاية السينيات سواء في مجلة أفريكا أو بعد ذلك في السبعينيات حينما كانت إسبانيا تحضر ملفها لمحكمة لهاي كيف كتبت تاريخا جديدا يحاول أن يخلق هوية ثقافية بخصوصيات معينة التي بعد ذلك ستجد نفس المشروع ستأخذه دول مجاورة وستستمر فيه إذن ومن خلال الأرشيف وتوقفت في 1975 لأن الأرشيف توقف 1975 أنا أكتب بالعربي والفرنسية أبحاثي الأنثروبولوجيا والتاريخ عموما أكتب باللغة هذا كان خيار متعمل منذ البداية لأنني أردت بالبداية أنه خاطب حتى الآخر لأن الآخر هو الذي حيانا وجد فهم كبير في قضية الصحراء لأن أردت مخاطب يعني جمهور أوسع ولكن هذا لا يمنع بأن الكتاب ترجم الإسبانية وسيصدره قبل نهاية السنة في مدريد لأن كذلك القوة الاستعمالية هي كما قلت إسبانيا والفرنسية وترجم الإنجليزية وسيصدر كذلك بالإنجليزية لكن ترجمة جاهزة حاليا لمعادر النشر هي اللي ستخرج في مدريد وبطبيعة حال سيترجم كذلك العربية لجمهور واسعة كذلك سواء في المغرب أو خارج المغرب ولكن هذا الخيار الأول كان متعمد ولكن على أساس أن تكون هناك ترجمات منها أول مرة ينشر ومنها ما قد يكون نشرة ولكن الأرشيفات مثل الإسبانية أو حتى بعض الأرشيفات في لكوغنوف من سبعين إلى خمسة سبعين هي أغلبها جديد وكذلك حتى الأرشيفات الأخرى لأن وقراءة الأرشيف يعني إذا أردت أن تكون هناك سردية تاريخية معينة مستمدة كذلك من المعاش لأن أنا نائب من المنطقة وكبرت في هذا المشكل وعايشته من الداخل وعيشته يعني بجوارح ومنذ الطفولة نحن في هذا المغامس وكذلك مقابلات عدة مقابلات مع الشيوخ ساعة تتفكيك حتى تلك الفهم ومحاولة مقربة الموضوع برؤية كذلك من الواقع ومن الميدال لأن كما قلت دائما بالانتربولوجي والتاريخ دائما كذلك يحضر تلك الملاحظة بالمشاركة ومحاولة كذلك قراءة تلك الوثائق من خلال معطيات اجتماعية معاشة من الواقع ومن خلال كذلك يعني معايشة للمشكلة لأن تمنحي الأكاديمية منذ بداية تسعينيات ونشتغل على الموضوع على الأرشيفات كذلك منها من طلعت عليه في 91 92 لم تكن في فترة واحدة فترات متقطعة ولكن ونشرت بعض أحيانا مقالات متفرقة لكن الخيط الناظم ومحاولة تركيبية عامة يعني كانت في الكتاب في الثلاث سنوات الأخيرة التي تفرغت في الكتاب ترجمة نانسي قنقر